مرحبا يا حلوين اليوم جبت لكم فيديو كتير بيهم البنات في هاي الفترة اللي هو ميكيهاج للجامعة طلبتوا مني بنيتوا هاد إهداء لإلها للبنوت اللي طلبت مني هاد الفيديو بدي أفلش لكم بشغلات تكون على قد الإيد زي ما بيقولوا ميكيهاج ما يكون غالي اختيارات متوفرة لكن تكون عن جد بجودة عالية يعني ما فيكي حتى لو كان تصروا في دولار واحد بدوا يروح بمحله ما بدنا نخسروا نشتريوا كأننا نكبوا بالأرض أول شغلة هادول اللي هم بودرة الحواجب عنا هاي من إسنس أنا بنصحكم فيها كتير شوفوا قدي أنا مستعملتها دليل إني أنا بنصحكم حتى هاي أبعاتوا لزقتها وهيكا هاي هاي بودرة الحواجب هاد اللون فاتح اللي هو عسكني وهاد البني الغامق وطبعا لازم تكون مات ما بصير تستعملي على حواجبك فيك تستعملي أي إشهدو عندك بس لا يكون في لمع يكون مطفي زي هيك مطفي هاي البلت اللي هي بتنفع للناس اللي هو أغلب الدرجات بس مش شؤر شؤر بس الشأرة فيها عفكرة تستعمل هاد هاد بستعمل بأول الحاجب وهاد بأخر الحاجب لكن إذا انت معبيات حواجبك بس بدهم هيكا يعني تحدديهم شوي حدديهم كلهم بهاد عشان هاد يمكن يعطيهم لون غامل أما إذا في فراغات فهاد منيح للفراغات بس هاي يمكن حقها بش مكملة 3 يورو وعن جد كتير منيحة من اسنس استعملت هالمرة الطاولة تكون آآ سودا عشان ايش يكون واضح كل شي بنا نقوله هاي هيك أظن واضحين كتير منيحة فهاي أنا بنصحكم من آآ فيها تاعة اسنس هلا فيها يوت اندويل آآ برضو بستعملكم آآ بانصحكم فيها بيكون محا آآ هذا هو تبع الحواجب اللي هو لتنظيف الحواجب الملغط وفي محا هاي الفرشاي منيحة مو عاطلة هادا بيكون اللي هو عشان تثبت فيه الحواجب وهدول هم الألوان اللي معه هلا أنا حسيت يعني ناسبني تاعة اسنس أكتر ليه لأني بديت قرنه شوي هادا كتير غامق بالنسبة له هاد فهاد أنسب هاد كتير فاتح بالنسبة لهاد هاد أغمى فأنا حسيت هاي نسبتني أنا أكتر بس برجع لكل واحد وكيف طبعا هون مش عارفة هي بقني جيها فيها مراي هايها بس أنا عشان بديش تأكس هايها فيها مراي يعني حتى هي تكون في شنتتك إشي منيح لأنك رح تستفدي منها بالأشياء الموجودة فيها فحسب إنتي شو بناسبك لكن التنتين بودرتهم منيحة ثابتة ما بيبينوا بشكل آسي يعني أو مو حلو فهدول أول شغلتين رح أنصحكم فيهم اللي هما للحواجب هلا بعد هيك بيجي عنا الفاونديشن هذا الفاونديشن هو أحسن فاونديشن عن جد ممكن تستعمليه هو مائمات يعني مطفي ما باطلة معه مثلا بالشوب بسريل مع بنهار إحنا جامعة يعني نهار بدنا شغلة خفيفة هذا هو أنا بعتب هو ميديوم كفر بس عن جد خفيف على البشرة بيغطي منيح وكتير كتير كتير كويس حتى البشرتها مثلا مش دهنية أو مختلطة بس ترطب قبله وكتير حلو كتير شكله على الوجه حلو بنهار كتير ممتاز أنا هيقربت أخلصه يعني مش عب بحكي لكم عن شغلات هيك بس وسعره منيح فما بدي حكي لكم عن شغلات رخيصة وخلاص لا بدي تستفيدوا عن جد هلا عنا الكونسيلر الكونسيلر عنا هاد من برضو ميبلين في تمي وهاد من ميبلين برضو اللي اتنين مناح هلا هاد أتقل من هاد هاد أخف لليومي بس إذا عندك هالات شوي يعني كتير واضحة خدي هاد إذا هالاتك خفيفة خدي هاد بكفيكي وشكل يومي هلا فيه كمان هاد منيح برضو اللي هو برضو الوتق اندواء كتير منيح برضو هاد هاد أتقل هاي أنا مسلا اللون هون بيكون برضو هادو اللي مناح في عنا كمان هاد أنا بستعملوا نفس الكونسيلر جيبتو بلون غامئ عشان استعملوا زي برونزر كريمي برضو فكرة بيصير إنك تجيبي مثلا كونسيلر غامئ وتستعملوا برونزر إذا حبي هلا بالنهار بالشرط بس إذا مثلا إنتي عن جد بتحبي هاي بقزن بين درشته هاي ها لونه غامئ بنفعله يعني كل واحد تشوف شو بيناسب لون بشرتها طبعا بس أنا بحكي عن اللون الوسط زي لوني لون وسط يعتبر هلا بعد هيكا بنا نروح لهو نسبت هاي الأشياء اللي إحنا حطيناها في عندك هاي البودرة هاي البودرة كتير منيحة برضو إرخيصة ومنيحة هي بس مشكلتها إنه تخرب بسرعة هيك مشكلتهم بس هي خفيفة هي مبينة بيضة بس لما تدمجيها بيروح وما بتعطي لون ولا إشي وبتثبت هاي اللون اللي هو لون اللي هو اللي بودرة تعتل حواجب اللون هادو البني هاي ها شوفوا كيف بسرعة بتروح فبرضو منصحكم بهاي حلوة ممكن كمان هاي هاي ما بتجي كتير مطفية وهي رقمها وشو ما جبت الدرجة عفكرة هي ما بتعطي لون بس هي مش مطفية بتعطي يعني إضاءة هيكا بتنور برضو حلو مثلا تستعمليها بس شوفوا قد ناعمة تستعمليها تحت العيون برضو هي مكتوب إنه تحت العيون ما بتعطي الشكل الأبيض هاد إنها هي ما رح تعمل هيك رح تعمل هيك ما رح تكون في الشمس إنه تعطيضها فهاي كمان بنصحكم فيها هاي أو هاي هاي بدون لون هاي لون خفيف ما ساعة إنها بعتبر هاش بتعطي لون بالمرة يعني في كمان هاي هاي أغلى شوي بس برضو منيحة برضو أنا هاي بحب 120 عفوا مع إني أنا بستعمل الفونديشن مية وعشرين بس إجت كويسة مع بعض برضو ممكن تستعمليها مثلا حالها ممكن تستعمليها فوق الفونديشن خفيفة بتندمج بسرعة ما بتتركش أي أثر يعني هاي هاشوفوا لك إنه برضو هاي حلوة اختيار حلو بس تيجي أغلى شوي انتي إلك حرية الاختيار هيك سرنا خلصنا البودرة بودرة الحواجب وحكينا على الفونديشن وحكينا على الكونسيلر هلا بنا نحكي عن مثلا إذا حاب تحطي قلم كحلة عندك الكحلة تاعت ميبلين كويسة عفوا هيها في عندك فلور مار برضو كويسة تمتين ثابتين وحلوين أنزحكم فيها حسب أنتو شو متوفر عندكم تقدر تختاري هلا هايلايت إذا حاب في هذا كتير حلو وهذا اللون كتير حلو هاي اسمه رقمه اسمه إذا بتحبوا أجرب لكم إياه كمان كتير ناعم شوفوا كتير ناعم بتحبيش بصير يعني مش شرط إنه بتحط بس أنا حطيت لك يا اقتراح إذا حاب كمان عنا مثلا مسكارة مسكارة ميبلين فيش أحلى منها وهاي عن جد حلوة يمكن هي مش أرخص إش بميبلين بس عن جد عن جد حلوة هاي المسكارة أنا هاي تاني مرة بجيبها حلوة بتكم تشوفوا كمان فرشتها برضو بصير أورجيكم إياها عشان إذا بتحبوا يكون عندكم فكرة طبعا للي بحب تطول بتعطي كثافة وطول كتير منيحة وسواد سوادها حلو هاي اللي بكتوب عليها بالنهدي العادي اللي بكتوب عليها بالأزرع بتكون ضد المي ما قصم بحتاجين ضد المي بإشي يومي فهاي حلوة أنا بحبها كتير هلا بالنسبة بنيجي للشفايف الشفايف عندك ممكن استعملي التينت مش شرط هاي الماركة أي تينت عندك للخدود والشفايف بصير اقتراح لول تينت في عندك مثلا هدول هاد مرطب ولون وكتير حير جيكم كيف لون طبيعي للصبح بكفي حططي طبقة واحدة بيجي خفيف حططي طبقتين بيجي أتقل فبرضو اقتراح حلو إذا بتحبوا بيجي تبعدين هادا مسلا من ميبلين برضو هدول حلوين مات بيسير مسلا في عندكم الجلوسات تعون ميبلين كمان حلوين هاد رقم خمسة برجرب لكم إياهم كمان هاي شوفوا هون هلا حطيت هاي اللي هي اللي هي هاي هلا بجرب لكم الجلوس رقم خمسة في لما خفيفة وشوفوا هاكا بتيجي بعطي لون خفيف للصبح مش ما تفكروا تقيل هو مش تقيل وكلوس بس بلون بيين عليكم تقيل بس هو مو تقيل وبعدين بيجي عنا هاد نجرب لكم إياه لهم هيكا هاد بس إنه مات يمكن كل يوم كل يوم رح يدايق الشفايف فبدلي بيناتهم ممكن هيك هاي اقتراحات وعن جد حلوة اللي انت بتحبي بالنسبة للشدوهات الشدوهات عفكرة هدولة بودرات الحواجب بصير تعملوا فيهم شدو عفكرة أي اللي كمين تاع اسنسو تاع بصير تستعملوهم وبصير تستعمل الشدوه العادي هو للحواجب إذا لونه كان مناسب لكن إذا بدك الشدوهات مثلا بنصحكم بهدول هدول الرخاص وكتير مناح هذا اللون هو لون بدل يعني بيبين عندك بني وبين بالضو لما تقلبي حسب الضو هيك بني و لما يجي الضو عليه ببين على خضار أو زراء هذا اللون هو بشبه لون موجود بماك وغالي كتير وانا شريت كلها للبي عشان هذا اللون هلا مش شرط هاي الألوان بس أنا بدأ أرجيكم الدي هي قوية شوفوا قوية ألوانهم يعني مش بس للمدرسة هلا للجامعة بتختاري الألوان اللي هي خفيفة عفوا هاي ها الألوان الخفيفة بتستعمليها للجامعة الألوان اللي تقيلة حتى الحفلات عفكرة ثابتين وبيضلوا يعني شوفيها ضلون للجامعة لنهار حلو هدا لع حفلة هدا زي ما بديك حسب التقليب تخفيفيه فهاي ألوانها حلوة يمكن بطل إذا عملوا بهاي الطريقة صاروا يغيروا الشكل العلبة بس أنا بدأ فاهمكم إنو هاي شركة كتير كتير شدوهاتها حلوة وثابتة زي ما إنتو شايفين كيف بمسحة واحدة أعطى اللون هدا اللي أنا كنت حابة أورجيكم وحكي لكم عنه هلا في شغلة ثانية هاد اللي هو بليتات ريفليوشن أنا وصختها بالشدو هلا راح اللون ها هي لأنها قديمة ها صاروا قدية طبعا متوسخين كتير ما استعملت ألوانوا هدا عم بحاول أمسحها عشان أوريكم لون جديد طيب مسلا نشوف شو بتكم لون هاد 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 مسلا ايوه سعرهم معقول هلا مثلا لون مطفي ناستعمل لكم لون مطفي في هاد وفي هاد شوفوا قد انا مستعمل فهاد دول برضو اه ملوان حلوه ومسلا مش هتخسري لو جبتيها ومش غالية هيك بكون اعزون حكيت عن كل شي باتمنى انه يكون عجبكم الفيديو ازا عجبكم حطولي لايك عشان اعرف انه عجبكم وهيك لازم احكي لكم مع السلامة.